هو احنا علشان نخش على الاحصائيات بتاعة القناة عشان نعرف عدد ساعات المشاهدة ولا عشان نعرف الاحصائيات اخر تمانية عربين ساعة ولا الارباح ولا المشتركين ولا المفقودين لازم نخش على جوجل كروم ولازم نخش على تلات نقط واصدار سطح المكتب والقصة الطويلة اللي انت قلت لنا عليها دي احنا متعودين منك على الحاجات البسيطة واللي بتنجز فشوف لنا حاجة غير اللفة دي بالله عليك ده تعليق من التعليقات اللي جات لي على الفيسبوك بخصوص الفيديو اللي فات او الفيديو اللي انا كنت بشرح فيه كيفية معرفة جميع معلومات وتحليلات القناة بالموبايل اه عن طريق جوجل كروم او عن طريق دخول الموقع من خلال الموبايل ففي ناس بتطلب التطبيق او ازاي نتعامل مع التطبيق اللي هو بتاع اليوتيوب فتابعونا لنهاية الفيديو وانتو تعرفوا بطريقة اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك وياريت كده جولة سريعة في القناة هتلاقوا فيديوهات كتيرة جدا عن اه قنوات اليوتيوب وعن مدوانة بلوجر ويعني حاجات ان شاء الله كلها تفيدكم لو لقيتوا حاجة مفيدة ياريت شاروها على المنتديات بتاعتكم عشان تنفعوا غيركم اه النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نجيب احصائيات او تحليلات القناة زي ساعات المشاهدة والاخر تمانية واربين ساعة ارباح الحاجات دي كلها ولكن من خلال تطبيق اه اليوتيوب تمام انا ما شارعتش ليه تطبيق اليوتيوب الاول? اه تطبيق اليوتيوب ما بيجيبش احصائيات بشكل دقيق زي اه من على نفسه يعني انا بخخش بنوع الاس Somebody او من على الموقع نفسه من خلال بتاع اه جوجل ده بيبقى الاحصائيات دقيقة جدا ولكن لما يخش من التطبيق يعني الاحصائيات ما بتبقاش يعني الارقام ما بتبقاش اه دقيقة او ولكن بتبقى قريبة جدا او بتبقى قريبة الى حد ما فاحنا اه في ناس مش بتعرف تتعامل اه تخش على جهة الكروم وبتلاقي لفة كده طويلة فاحنا متعودين ان احنا هنشرح كل حاجة ببساطة وان احنا نلبي احتاجات المتابعين بتاعنا لان القناة دي ازاي ما انتم عارفين القناة بتاعتكم وانتم يعني الحاجة اللي تطلبوها انا بعملها لكم من غير رغي كتير رغي كتير انا المرة دي هنطلع كده خالص هنخش على مطجر هنكتب يوتيوب او ستوديو ستوديو يوتيوب تمام هنعمل سيرش عليها هيجيب لي اول اختيار اللي هو ستوديو يوتيوب هدل هي ترسى احمر كده تمام هندوس على تثبيت هيبدأ يحمل معايا زي ما انتم شايفين هيبدأ هو ده الشكل بتاعه الخارجي هندوس على الخطوات الاولى فتح معايا هو على طول لوحة البيانات اللي موجودة ودي يعني حاجات نظرة سريعة كده عن اه وقت المشاهدة وعدد المشاهدات والحاجات دي هندوس على الثلاث شرط اللي موجودين على اليمين فوق لازم ثلاث شرط او لازم ثلاث نقط قابلوهم هندوس على اللي هي تحت التعليقات ودي هي احصائيات بتاعة القناة او جايب لي وقت المشاهدات الفعلي خلال اخر تمانية واربين ساعة يعني انا مسلا عندي الفين وتوانمية اخر تمانية واربين ساعة وقدي المشاهدات في الوقت الفعلي حاليا يعني المفروض كل آآ دقيقة او على طول بتجدد يعني دية كل فيديو لواحده جايب لي عقدة آآ المشاهدات بتاعته وده وقت المشاهدات بالدقائق خلال التمانية واربين ساعة الاخيرة او تمانية وعشرين اسف خلال التمانية وعشرين يوم آآ او اخر تمانية وعشرين يوم او تمانية واربعين الف وتلتمية وحتمانين آآ دقيقة ودوت انت علشان تعرف ان انت حققت للاربع تلاف ساعة ولا لا خلال آخر اه تلتمية خمسة وستين يوم او خلال اخر اتناشر شهر لازم تدوس عليها يعني لازم تدوس على وقت المشاهدة دي عشان نغير التمانية وعشرين يوم دول نخليهم اخر تلتمية وخمسة وستين يوم هندوس على كده تمام وهندوس على السهم اللي هو نازل ده الايام التمانية وعشرين الاخيرة اهو يعني احنا لو عايزين شهر لوحد ولو عايزين سنة لو عايزين اه اسبوع اي حاجة احنا بنوزها هنلاقيها في الموضوع ده هنختار اخر تلتمية خمسة وستين يوم. جاب لهوت اه اللي هو على الشمال هي تسعمية تسعة وخمسين الف دقيقة. انت مش محتاج او مش محتاجين منك او اليوتيوب مش محتاج منك. غير متين واربعين الف دقيقة بس. علشان تقدر اه اتحقق الارباح زائد طبعا الاربع تلاقي زائد اه الالف مشترك. فاحنا كده يعني بالنسبة العدد اه الدقيق او بالنسبة العدد الساعات. تمام? وده عدد المشاهدات خلال تمانية واربعين ساعة الاخيرة. تمام? ووقت المشاهدات من المشتركين يعني غير المشتركين عندي عاملين تمانين في المية. تمانين في المية من احصائيات القناة. المشتركين اربعتاشر في المية بس. ماشي? اه يعني حاجات ايه ما هتقابلوها هي هنا الارباح الجمهور المحتوى التفاعلي اكتشاف فيديوهات قوائم التشغيل كل حاجة او كل تفاصيل القناة هتلاقيها في الموضوع ده يعني انت ما تجريش تعرف عدد دقيقة وخلاص لا اعرف الفيديو ده حق ادي الفيديو ده الناس اشتركت من خلاله ولا لا اه متوسط مدة المشاهدة يعني اهو متوسط مدة المشاهدة اه لقائمة التشغيل التمانية وعشرين ساعة الاخيرة متوسط المدة ست دقايق وتمانية وتلاتين ثانية يعني متوسط مشاهدة كويس الفترة السابقة كان خمس دقايق وستة واربعين تمام? دي اه حاجات برضو بتفيدك هل الناس بتقعد في الفيديوهات بتاعتك فترة طويلة ولا بتشوف دي ايه او تجري حاجات زي كده وحاجات تفاعلية كتير جدا انتو هتفيدكو بشكل كبير جدا في ازاي تماشوا القناة بتاعتكو وازاي تقدروا اه تحققوا ارباح من القنوات بتاعتكو او ازاي تقدر تحسن مستوى القناة بتاعتك من خلال الاحصائيات دي يعني الاحصائيات دي مش موجودة كده هباء كده وخلاص لا انت بتقدر من خلال الاحصائيات دي ان انت اتطور من اداء القناة بتاعك وان ان انت تشوف الناس عايزة ايه واكتر حاجة بتحقق نسبة مشاهدة اكتر فيديو بيجيب مشتركين اكتر فيديو المشتركين بيطلعوا منه الحاجات دي كلها بتفيد القناة جدا اه انا سعيد ان كنت معكم النهاردة لتاني يوم يعني انا كان بقى ليه فترة ما بعملش فيديوهات فا اه ده تاني يوم على التوليق اعمل الفيديو فيتمنى يكون اعجابكم ويريت لايك للفيديو وشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته